مختلف عملت ارتفاع لفوق 4 سنتي وهبدأ اعمل الدوران بالشكل دوت هنا بعد ال 12 سنتي ونص بعمل زي فرد كده طبعا للدهر 12 ونص ونخلي بالنا من وضع يعني الكريفات عشان اعمل الدوران الشكل دوت الشكل السليم اهو عشان يلف وفي تركيب الحوض اهو فاضل معي لو انا معي عينة بالشكل ده ومحتاج يعني نفس الدوران بالزبط ممكن تعمل نقط لنفسك تشتغل بها يعني هشوف اهو السقوط عملت خط مستقيم السقوط بعد اهو مثلا بعد اهو بعد 12 سنتي بيديني وسع كام اهو وهبدأ التزم بالعينة لو انت مرتبط بعينة يبقى هنا هاو بعد اهو بعد اهو 13 سنتي اهو عفوا بعد اهو 12 سنتي اداني وسع اهو 30 نعمل نقطة عشان اوصلها اهو بالشكل دوت بالكم واشكل الدوران اللي موجود معايا في العينة اهو اهو بالشكل دوت ده كده الكماتشور اهو الاساسي طبعا هنا الالم في المسطر ملايقني مش عشان الخط فازي ما قلنا حضاركم الشغل بنقوم بالالم الرصاص افضل اهوت هنا المسافة 12 ونص وهبدأ ازود سنتي الخياطات اهو اهو بعد 12 ونص عملت فرض الداح للضهر وهنا هزود سنتي في كل انتجاه وفي الدورة اهو هتعود نفسك تمشي بالمزورة اه عشان تجيب الحجم الكسطورة معاك مزبوطة اهو زي الاساسي اللي انت عملته اهو بالشكل دوت ببدأ اهو هسيب سنتي في كل اتجاه هنا اه تانية الاغلية لو انت هتشتغل من اه من نفس اه طبعا انت تسيب تنى سنتي لتانية الاغلية او اه الروباط لو انت هتعمل بالشكل اللي موجود معايا في العينة خرجت البرغة مسافة تلات سنتي اه ده شكل البطون لو انت هتعمل من نفس الخامة ببطن فهتحتاج سنتي واحد للكسطورة اه سماح للخياطة عندك هتكون سنتي هنا اه الكماتشو دوت اه مبطن اه دي طريقة انت عمل طريقتين فيه ان شاء الله في الحلقه ديت لو اه هو مبطن من نفس الخامة بتكتب عليه العدد اربعة اه العينة اللي معانا هنا مبطنة من نفس الخامة العدد اربعة والخروج تلات سنتي هنا اه عشان فيه ركوب للكباتشو في السد وهبدأ اقص على سماح للخياطة اه الشكل التاني اللي هو الشريط اللي احنا عارفينه اه او المعتد عليه الشريط في النص للحوض اللي الكباتشو عفوا هنبدأ نعمل ده الفرد بتاعة تركيب اه الضحق اه هو كعلامة في التشغيل عشان المسافات تبقى قد بعضها في تركيب الكباتشو بالنسبة للضه نيجي نعمل الشكل التاني للكباتشو او اه المعتاد زي ما قلنا هضغبكم عشان يبقى معاكم الشكلين اه نفس اللي انت عملته هتعمله برضو في الاساس وهنبدأ بعد ما هنعمل نسخة للبطرون دوت نبدأ نعمل نسخة منه ونشكل عليه الموديل التاني للكباتشو يعني حاجة سهلة وفيش اي صعوبة يعني في تنفيذها اه اخواتنا برضو بيحتاجوا خاصة ان اخواتنا مبتدئين انهما يشوفوا ازاي بيتعمل البطرون بيتنفس ازاي اه لو هو حابب يعمل شكل تاني للكباتشو بسبت اهوة البطرون وهعمل منه نسخة تبكي الاصل ده كده اول حاجة ده فرد التانية وفرد التركيب ده تانية للكباتشو اه نعمل اه الشريط الشريط عالتا يعني بيكون عرضه يعني تسعة سنتي اه من تسعة على عشرة سنتي نفترض ان هو التي عرض الشريط معنا في الصورة او في العينة تسعة سنتي بقى انا بحتاج اشيل النص اللي هو اه اربعة سنتي ونص اهو ببدأ امشي بالمزورة واعمل الدوران بالشكل دوت اربعة سنتي ونص وببدأ اعمل نقط عشان اخصمها اه هنعوضها بالشريط اللي احنا هنعمل اه نعمله بالوقتي ده كده اهوة اه الاربعة سنتي ونص ببدأ امشي بالدوران اه خطوة بخطوة بالمزورة بالشكل دوت شكراً لكم شكراً لكم هذا هو أول شيء الشريط اللي احنا خرجناه دوت أو القص اللي احنا طلعناه دي هتبقى الشريط مستقيم ورقة مستطيلة بكتب عليه كبات شوق واتجاه النسيج وعرضه العدد المطلوب لو انت هتبطن من نفس الخامة 4 قطع العدد المطلوب للبطون دران دوت الداخلي دوت هو اللي بعمل عليه القصة أو الطول ده هو المهم بالنسبة ليه عشان ده اللي هيركب في الكبات شوق ونبدأ نعمل الشريط أو القصة اللي في المص للكبات شوق ورقة مستطيلة ممكن تشتغل على المتنة تيتنيها أو ممكن تشتغل على يعني او مش محتاجة يعني هبدأ اعمل ورقة مستقيم بالشكل دوت وهبدأ اقيس المسافة اللي هي تسعة سنتي طبعا تسعة سنتي وفيه اتنين سنتي سامح للخياطة اتنين كشتيري يعني ممكن اشتغل على طول حداشة سنتي اهوه تبعمل نقط بعد الحداشة سنتي كده انا عملت الشريط بسامح الخياطة بتاعه في خطوة واحدة بالنسبة للطول اهو ده كده بقى في المستطيل ده كده طوله هنقيس مجموعة ضباران الاسطل اللي احنا طلعناها او ممكن تقيس بالشكل ده عشان هو بيركب بالشكل ده اهو ده كده ضباران العملي في التقفيل الخياطة او في القماشة اهو بشكل ده ضباران المسافة دي هي التلتة اللي بتحتاج تعمل ليها الشريط من فاش تبقى قصيرة اه بالعكس لو هي طويلة سنتي بيكون افضل عشان ضباران ده كده شريط وبعمل اتجاه النسيك وكبتشور والعدد المطلوب للكبتشور اه طبعا لو انت ببطن من نفس الخامة يعني لو اه في بعض المصانع بتعمل بطانة من خامة تانية اه بتكتب كل المعطيات المهمة اللي مع الصدار عشان بطونك وراضح ليه وهو شغال او لو انت بتقص لك انت برضو اه بيكون معك الكتابة بتساعدك في اه يعني ان انت تعمل عدد القطعة المطلوبة اه في الفرشة او في التعشيئة وببدأ الفة هو بشيئة لو في زيادة بشيلها او لو في مثلا محتاج تزود اه ده كده طريقة كبتشوره تاني لنفس الموديل اه لو احتاجته اه عشان يبقى معانا الاتنين او الطريقتين هنبدأ نعمل الكم هنبدأ نعمل الكم بطني ورقة اه اه اول حاجة اهو طبعا يعني وضعية العينة لو انت حطيتها قدامك في نفس طريقة التشغيل اه يعني لو قلبت القم وجدت تشتغل هتحس ان الموضوع صعب اه عود نفسك لو معك عينة اه حط القم مسلا يعني مسلا القم دوت في الاتجاه اللي انت هترسم به اه عشان يبقى سهل معاك رفع المقسات وطريقة تنفيذ البطون اه بشوف الناس بيمسك العينة يعني ممكن يعمل القم اتجاه العكس بيكون في صعوبة فمن ضمن الحالات اللي متسهلة على نفسك وانت شغال ان انت تحط مثلا انا هعمل قم مثلا زي اللي قدامي ده اه بعمله بنفس وضعية البطون اللي انا هرسمه هنا اهود بعمل خط مستقيم بداية القم اهود او بداية ترمبة القم اهود هيكون سهل معايا رفع المقسات وتنفيذه اه من الحلقة المهمة بغض الله ما ننصح بها اخوتنا في تعليم البطون اه اول حاجة عندي الطول اهود من بداية الخياطة اهود الطول تلاتة وخمسين سنتي وبعمل نقطة عشان اعمل خط بالعرض وبالنسبة لوسع العرض اوسح حاجة عندي في الكم 24 سنتي بايس من بداية الورقة وبعمل نقطة اهود 24 سنتي وبعمل خط عشان اقفل المستطيل اه الخطوة اللي بعد كده هو سقوط ترمبة القم اهو اه طبعا في الابرسايز بتكون الدوران بسيط اه فبحط المسلس كده زاوية قيمة اهو باشوف العينة اللي معايا السقوط كام اه سقوط الترمبة عندي اه مسافتها تمانية سنتي اهو تبقى عمل خط بالعرض من اول تمانية سنتي من اول الورقة اهو وببدأ اعمل خط بالعرض اه الخطوة اللي بعد كده عندي وسع السورة وسع الكم او نهاية الكم عندي خمستاشر سنتي بعمل نقطة اهو خمستاشر سنتي بعمل نقطة وبوصلها خمستاشر بوصلها بيه اه اه اول الكم اهوت بالشكل دوت اه اه محتاج اعمل دوران الترمبة يعني اهو ممكن نقس المسافة دي التلت والتلتين وفي الحالة دي بطلع لفوق يعني اه بعد ستة ونص او سبعة سنتي بقى على لفوق مسافة تاتة سنتي بس عشان اعمل دوران اه اه الكم اهو او ترمبة الكم اهو بالشكل الكرفي بالشكل ده ومالف الكرف عشان يعمل اه الدوران دوت اه طبعا مميز عمل كم اللوفرسايز وببدأ اشيك على الدوران دوت اه الدوران عندي هنا اهو خمسة عشر سنتي وبراجع على بطروني اهو في التركيب الصافي هنا طوله اه يعني بسيب الكشتير طول فعلا خمسة وعشرين سنتي مزبوط ابدأ ازود خياطات اه سنتي في كل الاتجاه وفي الدورانات برضو عود نفسك تمسك المزورة عشان تعمل السنتي مزبوط سماح للخياطة هو الشكل دوت وبعمل اتجاه النسيج المطلوب للقطعة اه والعدد المطلوب اه قم عدد اتنين قطعتين اتنين للمقاس الواحد اه ومهم فرض النص دوت في للتشغيل فوق وتحت اه يعني عشان تركيب السورة اه 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 تركيبه اه بالشكل دوت ده تركيب الكوم شيك عليه وده طبعا الشكل بتاعه نيائد اه والجيب فاضل معايا الكود للسورة طبعا والكود والغب طبعا بيكون في مطع عالية اه طريقته طبعا اه فيش اي صعوبة اه ان انت اه بتهتم طبعا اه نسبة اللقرة للخامة اللي موجودة معاك وعن اساسها انت بتعمل الباطون ويه دايما الكود بنادر محدد طوله بعد اه تقفيل العينة اه الطول النهائي ليه اه بترجع للخامة يعني لو انا شغال من صورة بدي مسافة للكود اه ممكن اه التلت والتلتين وده بيكون مؤقت اه بعد اه التعامل مع الخامة نفسها في التقفيل بكرر طول القمر اه هنا معانا لو معك عينة زي كده ومتاكد ان الخامة هتيجي نفس الخامة كده فبنبدأ بنرفع معسات الكود بالشكل دوت اه عملت تانية الوقت قوي بدأت عملت خط مستقيم وبشوف الطول اللي معايا في العينة كام اه هنا الوسع اهوة من غير ما تمطت القمر طبعا الكود ما ينفعش ان انت تمطه تاخده على الخامة هو على راحة الخامة عندي ستة وربيعين سنتي وبعمل نقطة وبالنسبة لعرض الكود اهوة ممكن تقيس من جوة اه لو انت عايز تقيس من سماح الخياطة اه هنا عرض الكود او القمر او الرب هنا اه اي مسمى ليهم صح اه ستة سنتي اه بنعمله على عرض اتناشر سنتي وببدأ اقفل المستطيل وبزود سنتي في كل اتجاه للخياطات سماح الخياطة سنتي في كل اتجاه وممكن تعمل القسورة جنبه على طول اللي سورها بيكون نفس عرض القمر اه اتناشر سنتي وردوه اه هنا بنكتب على القمر اتجاه النسيج اه بنكتب عليه كود او قمر اه هنا عرض السورة بيكون عشرة سنتي اه عشر سنتي لو هي مفهودة انا تاني الورقة فبعمل بعد عشرة سنتي اه بعمل خط بالعرض اهوت اه ده كده القمر اه بالنسبة للكود ببدأ اقص على زيادات الخياطة وبقص السورة اه نفس العرض اللي هو اه قلنا اثناشر وزودنا اتنين سنتي يعني عرضه هيكون 14 ده كده العدد المطلوب واحد للقمر ان الورقة هنا متنة والصيز بكتبه اه 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 السورة زي ما انا حدقكم عرضها عشرة سنتي يعني اه هعملها برضو اه عشان ما حدش يطلع بطن اخواتنا اهوت بعمل خط بالعرض و ممكن تقيس من نفس البطن اللي انت عملته اه يعني لازم يكون نفس العرض زي القمر زي سورة معظم الموديلات اه هنا عرض دلسورة عشرة سنتي اهوت بعمل عشرة سنتي وهبدأ اعمل خط اه اوصل المقضة بعضها وهزوت سنتي للخياطات وبكتب عليها اتجاه النسيج اه سورة اه اه او كود اه والعدد المطلوب كطعتين وهبدأ راجع على البطرون اه كده يعني انتهينا من اه عمل البطرون اه نبدأ نراجع على البطرون بتاعنا عشان ننهي حلقتنا اه ده بالنسبة اهوت الشكل النهائي لل للبطرون اه بالنسبة للصدر والضهر اهوت اه اه ده اللي بواجهك وانت بتعمل البطرون بتحتاج ان انت تراجع على بطرونك يعني ربما ممكن تكون لسيت عمل اه قطعة اسورة وقمر ايا كان عموما انت بتراجع على بطرونك وعلى اه الكتابة والفراط عشان تقدر تدخل البطرون للبنك او للمقصدار ده كده الشكل النهائي وبتراجع سواء كمعك العينة او صورة اه للبطرون ببشيك على التلبيس وعلى الشكل النهائي ده الجيب اه اه اهوت والقمر اه اه الكود طبعا والكم وطبعا الكبات شو احنا عملنا منه اه شكلين اه الشكل الشريط اللي في النص اه اه الشكل طبعا المعاني الاساسي اللي هو دوت اللي اه عملناه اه برضو كتبنا عليه كل اه المعطيات المطلوبة للمقصدار اه كده تم تنفيذ اه البطرون يعني بابسط الطرق يعني ان شاء الله بكونوا استفدتم معانا ومتنشوش يعني دعمكم لينا اه في القناة اه ياربكم تستفدتم والسلام عليكم ورحمة الله اه اه